أهلاً وسهلاً بحضراتكم مع تسجيلها أعلى حصيلة إصابات يومية في العالم بفيروس كورونا باتت الهند أمام كارثة إنسانية إذ يموت المرضى بينما تبحث عائلاتهم عبثاً عن أسرة في المستشفيات وسط نفاذ إمدادات الأكسجين والمستلزمات الطبية ففي منتصف شهر فبراير الماضي سجلت الهند انخفاضاً في حالة الإصابة الجديدة التي يتم تسجيلها يومياً بفيروس كورونا كما بدأت أيضاً في تصدير اللقاحات إلى دول العالم وفي شهر مارس قال وزير الصحة الهندي إن بلاده في المرحلة الأخيرة من وباء كورونا بعد انحساره في العديد من الولايات والمناطق الهندية لكن منذ ذلك الحين وتحديداً مع بداية شهر إبريل الماضي اندلعت موجة جديدة من الوباء مدفوعة بظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس وذلك بسبب التجمعات الدينية والسياسية الحاشدة والتي شارك فيها الملايين دون ارتداء الكمامات أو اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لتتصاعد وطيرة الإصابات من جديد وتبدأ بعض الولايات الهندية في العشرين من إبريل فرض عزل العام لمحاولة السيطرة على الوباء كالعاصمة نيو ديلهين كما فرضت ولايات أخرى حظر التجول الليلية أو العزل العام خلال عطلة نهاية الأسبوع وبعد أربعة أيام من فرض العزل العام ومع تسجيل الهند أكثر من ثلاثمائة ألف إصابة يومية عجزت منظومة الرعاية الصحية عن استيعاب هذا العدد الهائل من الإصابات اتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمشارح ومحارق الجثث فضلا عن عجز في إمدادات الأدوية والأكسجين لتبدأ دول العالم في الخامس والعشرين من إبريل تبدأ في تقديم المساعدات إلى الهند للتخفيف الأزمة وتستدعي البلاد قواتها المسلحة للمساعدة في مكافحة الأزمة المدمرة في الأول من مايو فتحت البلاد حملة التطعيم الضخمة أمام كل البالغين رغم أن بعض الولايات حذرت من حدوث نقص حاد حيث لا تملك الهند وهي أكبر منتج للقاحات في العالم لا تملك مخزونات كافية لمواجهة تلك الموجة الفتاكة وبعد رصد السلالة الهندية من الفيروس في عدة مناطق بدأت عدد من دول العالم في فرض قيود السفر أمام القادمين من الهند طبعا ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وسنجافورا في حين علقت كندا وونغ كونغ ونيوزيلندا كل الرحلات التجارية مع الهند وخلال الشهر الأخير وحده ارتفعت الإصابات اليومية في الهند لثمانية أمثالها وزادت الوفايات لعشرة أمثالها ويقول خبراء الصحة أن عدد المتوفين أعلى بكثير على الأرجح مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لمحطات تفشي فيروس كورونا في الهند شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة